واو أنت عزيزي محظوظ 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 جدا محظوظ أنا أؤكد لك أنك محظوظ لأنه يكفي أنك تعيش لكي تشعر بأنك سعيد وأن حظك جميل لأن الحياة تبتسم لك تبتسم لك يوميا عند شروق الشمس تزين سماءك وسماء البشرية جمعة حتى وإن كانت الشمس وراء الغيوم لكنها تبصرك وتسعدك وتبعث لك دفئها ونورها لذلك ابتسم يا عزيزي ابتسم يا عزيزتي كما تبتسم لكم لنساء والرجال كما تبتسم لكم الحياة كما تبتسم لكم الشمس فحينما نبتسم تعرفون ماذا يحدث حينما نبتسم نقوم الجسد يقوم بتفعيل هرمون الحب والسعادة هرمون الأكسيتوسين هرمون المحبة وبالتالي نحن المحبة والسعادة نحن نرسل هذه الطاقة الإيجابية للكون والكون يرسل لنا نفس ذبذبات أراك رغم كل شيء تحلم بحياة جميلة تحلم بحياة إيدليك مثالية مع هذا الحبيب لماذا لأنك أنت في أعماق قلبك متأكد بأن أشياء جميلة ستحصل لك في الحياة وستحصل بينك وبين هذا الحبيب أشياء جميلة بزدف وأنك ستعيش معه حياة جميلة جدا لماذا لأن حدثك يخبرك بذلك والحدث لا يخدعون ولا يكذب أبدا هذا الحبيب لا يتخلى عنك أبدا 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 لا طقيا ولا روحيا ولا عقليا ولا قلبيا أنت حاضر في كيانه ولا يمكنه التخلى عنك لأنه ما كيف يفوت حتى شنهار لا يمر يوم واحد دون أن يفكر فيك لذلك أنت كذلك لا تتخلى عن أحلامك أحلم واصل في هذا إسبح في هذا الخيال الجميل أنت شخص هادي صبور تعرف أن السماء تعمل لصالحك وستأتيك الأشياء في وقتها المناسب وهذا اسمه الحكمة السماوية التي تتمتع بها أنت حاكم هذه حكمة روحانية يعني تتوكل على الله تقبل وكذلك تؤمن بأن غدا ستمطر السماء لا تتخلى عن أحلامك فالخيال جميل كنت أقول أن الخيال واسع عفوان الخيال جميل جدا الخيال جميل لأن ما يحدث لنا في الحياة ما نعيشه في الحياة التجارب التي نعيشها في الحياة هي في الحقيقة الثمار التي زرعناها في مخيلتنا يحدث لنا في الحياة ما نرسمه في الخيال وأنا دائما أقول ذلك يقول الكاتب الفرنسي جول فاغل الإنسان كل ما يصنعه الإنسان في الخيال يمكن أن يصنعه في الواقع كل ما يمكن للإنسان أن يصنعه في الخيال يمكن أن يصنعه في الواقع وهذا حق وهذه كرت الحق وهذه كرت الأحلام هذا حق لماذا؟ وهو أكد ذلك لأنه في كتاب نسيت الاسم ديال الكتاب نسيته كتاب قديم نسيت العنوان في الكتاب ديال جول فاغل يتحدث عن كيف وصل الإنسان إلى سطح القمر وتحقق ذلك في المستقبل يعني هو كتب ذلك قبل يعني سنوات عديدة وتحقق ما قاله يعني كل ما نصنعه لذلك أرجوكم ركزوا في ما هو إيجابي الكثير من المحبة الكثير من السلام الكثير من الفرح والسعادة لكم ولكل البشرية ليس فقط لكم وخا لأن القانون الجرد ما يتحدث عن جول فاغل ليس شيء جديد ليست موضة جديدة هي القاعدة السماوية التي تسيرنا جميعا إلا أن بعض الناس لا يؤمنون بهذه الأشياء وبعض الناس لا يؤمنون بهذه الأشياء وبالتالي تتحقق معهم إذا كنت لا تؤمن ولا تشعر لن تتحقق معك وخا فين هي الكرت؟ لا هذي لذلك أنت لا داعي للقلق لا داعي للقلق هذي بغت تهضر لا داعي للقلق أرجوكم أنت بغيت نهز هذي لا داعي للقلق الصبر الصبر الكثير من الصبر ولا تتخلى لا تتخلى عن أحلامك لا تتخلى يعني تشبث بالأمل لا تفقد الأمل ولا داعي للقلق لأن هذا الحبيب سيفاجئك يعني تتكرر كارت سيفاجئك الله هذا الحبيب سيفاجئك سيقدم لك أجمل أظهار الربيع لماذا؟ لأنك أنت كتبت تاريخ في كتاب حياة هذا الإنسان أنت لا تنسى ورغم أننا في فصل الربيع هذا الحبيب يشعر بالبرد أحيانا يشعر بالبرد لأنه يحتاج إلى معطف حناني حنانك يحتاج إلى معطف دفئك يحتاج إلى معطف رقتك وجمالك الروحية لذلك أصر لا تفقد الأمل لا تفقد الأمل لا تفقد الأمل أبدا أرى أن هنا مرحلة مظلمة ستنتهي بينك وبين هذا الحبيب ومرحلة جديدة ستبدأ مرحلة أجمل وأروع بكثير في هذا الحبيب أرى الكثير الكثير من الشق والحنين ويريد التعبير عن المشاعر هذا الحبيب غياب كي يؤثر في حياة حبيبك بطريقة سلبية جداً مسكين هذا الحبيب حزين حزين جداً وأرى الكثير 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 من العواطف تتراكم الكثير من العواطف تتراكم في كيان هذا الحبيب ويحتاج لإخراجها عواطف جميلة بزار مشاعر مشاعر حب يحتاج لإخراج يعني التعبير التعبير عن هذا الحب الذي يشعر به اتجاهك وتقول لهذا الكارت أنك أنت ربما هربت من هذا الحبيب ربما هربت يعني لا أدري ماذا حدث لكم لا أريد أن أركز فيما هو سلبي لكن تقول لهذا الكارت أنها القدر سيجمعكما من جد يخبئ لكم لحظات سعادة بالسف سعادة نعم الكثير من السعادة والفرح وهذا ملك العطاء الحب والعطاء لذلك أعيد ما قلته في البداية أنك محظوظ محظوظ جدا تحظى بحب هذا الحبيب وستحظى بعطائه المزيد من العطاء وإذا هربت لأنك كنت لا تجد التوازن معه ولا استقرار فهذا الحبيب يتعذب الآن لأنك أنت تعرفين كيف تعيشين الحياة تعيش الحياة على طريقتك تفعل ما يقوله لك قلبك لكن كذلك من جهة أخرى لا تبالي لا تبالي يعني لا تترك الأشياء السلبية تؤثر في حياتك وتعرف مكانتك في الحياة وتحترم نفسك لا تهتم كذلك بأراء الآخرين لماذا؟ لأنك تتمتع بنزاهة نزاهة روحية نزاهة عقلية عجيبة تعرف ماذا تفعل أنت مستقيم أنت جود لذلك أنت أراك يعني مطمئن وأراك ناجح وأرا المزيد والمزيد من النجاح إن شاء الله في حياتك الكثير من الفرح لذلك لا تفقد الأمل لأن الأمل والصبر يفتحاني أبواب الفرح كانت قراءة رائعة لنرى ما هي رسالة الملائكة الصبر ما قلته لكم الصبر الصبر والاجتهاد مش الاجتهاد لا هي كلمة أخرى المصابرة نعم المصابرة والصبر مفاتيح النتيجة الإيجابية الصبر والمصابرة وأنا قلت لكم الصبر والمصابرة ما معنى المصابرة أن لا تستسلم أبدا أن تتشبث بأحلامك وأهدافك ولا تستسلم أبدا ولا تيأس أبدا وواصل في رسم هذه الأحلام الجميلة في خيالك فستتحقق ستتحقق إن شاء الله كانت قراءة رائعة قراءة جميلة بزاف وقراءة إيجابية أتمنى لكم الخير أتمنى لكم الصحة والعافية والسعادة والفرح والكثير 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 من السلام كان بغيكم بزاف أحبكم كثيرا من أعماق قلبي إلى اللقاء بسلامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر